السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعة كناة مستر أحمد علي المصري يا رب تكونوا بخير وفي أساعة حال حبيبنا طلاب وطالبات الثانوية العامة ربنا وفقك يا رب إن شاء الله كل واحد ينول اللي يتمنى ناس كتيرة الآن بخصوص النتيجة وفي كلام كتير على السوشيال ميديا لخصوص المؤشرات بتاعة النتيجة والنتيجة إمتى والمعادة بتاعها إمتى آخر الكلام يا شباب رسائل وزير التعليم حول نتيجة الثانوية العامة عبر برنامج على مسئوليتي نتيجة الثانوية العامة لن تعلن الأسبوع الجاري إعلان النتيجة سيتم في الوقت المحدد من 1 إلى 7 أغسطس ما يتم نشره عن نتيجة الثانوية العامة لا مرجعية له ويثير قلق الطلاب وأولياء الأمور نساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة ونحتاج إلى وقت كون عملية التصحيح عمليات مرهقة نتيجة الثانوية العامة لم تكتمل حتى الآن وليس لدينا مؤشرات ده الكلام ده اللي بيقول وزير التربية والتعليم نسعى لحماية الطلاب الذين لم يحققوا درجات كافية 700008 طالب أدوا الامتحانات بعشر ملايين بابلشيت يبقى الحكاية يا جماعة لازم يكون فيه دقة لذلك الدرجات هتلاقيها تتأخر شوية أو النتيجة يعني هتتأخر قليلا محدش يقلق هي في النهاية في مصلحة الطلبة والناس اللي محتاجة درجات رأفة احنا اتكلمنا عن درجات الرأفة في الفيديو قبل كده تمامه وقالنا مين هو يستحق درجات الرأفة ويطرها بتبقى من كام والكلام ده كله ففي ناس كتيرة بتستحق درجات الرأفة ده كل ده بياخد وقت ومحدش يقلق أما حاجة ان شاء الله على آخر أول أسبوع من شهر 8 إن شاء الله النتيجة هتظهر وكل واحد إن شاء الله يخش الكلية اللي هو عايزها تابعوا القناة كل جديد إن شاء الله هنقول لكم عليه في قناتكو قناة مستر أحمد علي انتظروني في فيديوهات جديدة إن شاء الله ما تنساش اللايك والشير ولو أول مرة تشاهدوا القناة شرفني بالاشتراك ولا ننساش تفعيل الجرس عشان إن شاء الله يجي لك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته